تعليقا على السجال الحاصل في 2012 كان الفرقة الرابعة والخامسة والموت لواء 76 والحرس الجمهوري في مناطق حوران امتدادا لسعسع وريف القنيطرة وهناك تعرفوا الحدود الاسرائيلية فأثناء عمليات القمع والتمشيط كانوا يلاحقوا المدنيين وقال لي ما دخلهم شيء وعندهم حل واحد معهم وصفي وحدة الاعدام الميداني رجل امرأة شيخ طفل رضية ايا يكون كانوا في اقصى درجات التوحش المهم في عائلات لم تجد بدا الا باجتياز خط النار باتجاه اسرائيل فرا من السفاحين والذبحين انا ذاك وقتها اقلام موديل 2012 شو كتبوا شو قالوا قال ان هؤلاء صهاينة عسورين اللي اجتازوا شفتوا كيف لجوا للصهاينة شفتوا جماعة الفورة الصهيونية بالذات كتاب اليسار كانوا وقتها كيف قلت علما ان اللي سووه شيء شرعي وقانوني واجب حفظ النفس من هلاك الى نجات الاخ بده يعني اسلم حالي ويسلخوا جلدي عن عظمي وبعدين يسلخوا على جبهتي السكر علي رقم دهبي 405166 عشان حضرتوا ما يقول عني صهيوني كيف قلت الان بعض الاقلام التي وقفت وقفت رجال مع السوريين طوال فترة 13 سنة طوال فترة ثورتهم اخدين للأسف وضع الفرعونية الصحفية ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد مثل فرعون انت ضد الحزب اللي يقاتل اسرائيل معناته انت صهيوني ما لكم كيف تحكمون يعني ما اقول ان اقول والله خادب الوليد رضي الله عنه كان عميلة يهود بني قريضة لانه كان قائد معركة الولجة ضد الفرس عام 12 هجري اول كان عزمان وبكر الصديق معقول كون اقول والله يسعد نبي وقاص قائد معركة القادسية كان عميلة يهود بني قينقاع لانه قتل رسهم وهذاك قتل اردشير شو الاستحمار هاد حبيب الحزب كم قتل من الاسرائيليين خلال فترة خلال عمري كله من وقت مثل عمري 42 سنة 200-300 بحرب تشرين تحرية قتلوا كل الحرب هذا قتلوا 400 اسرائيلي عابوا قل له خلال 42 سنة 200-300 اين يكون كان العدد قتل من السوريين على الاقل 20 الى 30 الف ضعف يعني بحكي لك 300 الف 400 الف 500 الف على الاقل انا ما بحكي عن الحزب الحزب بجوز قاتل له مثلا لحاله 60-70-80 الف انا عبحكي عن زينبيون وفاطميون والافغان ومش عارف ايش كل هذه المنظومة الوحدة هاي جدح من درع الشرر وخصمه دينا ظهر ومن حرسة ننتظر اول عالم تتذكرها يا سيدي طز بطريق القدس اذا كان عدماء السوريين الابرياء ومذبحهم وطز بقضيتهم كلها جماعة سرسلية تجار كابتاقون حقهم نصف رنق عرفناه الان خلال 48 ساعة ولا اسبوع نسفوهم نسف ما لكم كيف يا اخي تركني من اذا السوريين يعني نحن دماغنا ماء وخرطي وما لقيمة عندكم يا اخي دماغ الفلسطينيين بمخيم لهم كم قتلوا جوعا كم باب النارب بحلب بالمعتقلات الفلسطينيين قاتلين على اقل على اقل شيء 2000-2001 وهن بيعفوا ومخيم لهم في دينه هون وحرستوا كل لياتهم بس هيك اخدين يا حبيبي انا مختلف معك وجهة النظر انت عبت انا بعتبروا هذا شيء هذا هو عدو واسرائيل مازالت عدو بالنسبة لي عدو هذا لا يعني انو انا انت تصنفني انو انا والله عميل وصهيوني وعبق بض ومش عارف ايش هالكلام الفاضي عيب خلص تحترم وجهة نظرك وانا بحترم وجهة نظري نتفق مع هاي المسألة نختلف مع هاي المسألة ما في داعي لا اشتملك لا تشتمني لا اظن في ظن السوء لا اظن في ظن السوء والخبيع شكرا نعطيك العافية